السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيب وامتبعيني في كل مكان إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم الفيديو خاص بالصف السادس الابتدائي هجمع كل الأحاديث النبوية الشريفة الموجودة عندكم في مادة التربية الدينية الإسلامية قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة سهلة وبسيطة كلكم تدعون الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرز على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة إلا أنا هنزلها إن شاء الله قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وخلي بالكم من الحديث ده الحديث ده مهم ولازم يجيلكم في الامتحان تعالوا الحديث الثاني إن أول ما يحسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة إن أول ما يحسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ده حديث قدسي قلتلكوا قبل كده الحديث القدسي يبقى قول الله عز وجل والرسول نقل كلام ربنا على لسنة الرسول علشان كده بيقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فلاه عشرة أمسالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء أو سيئة مثلها أو أخفر من جاء بالحسنة فلاه عشرة أمسالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أخفر تعالوا بعد كده من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقذ ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضدالة كان عليه من الاسم مثل آسامي من تبعه لا ينقذ ذلك من آساميهم شيئا التائب من الزنب كمن لا زنب له حديث مهم برضو التائب وحديث رقم أربعة ده حديث مهم خلي بالكم الأول والثالث والرابع والخامس خمس حديث دول مهمين ركزوا عليهم من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقذ ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضدالة كان عليه من الاسم مثل آسامي من تبعه لا ينقذ ذلك من آساميهم شيئا التائب من الزنب كمن لا زنب له التائب من الزنب كمن لا زنب له ما من شيء أسقل في الميزان من حسن الخلق الحديث دول مهم برضو ما من شيء أسقل في الميزان من حسن الخلق من تصدق بعدل طمرات من كذب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يرب أحدكم فلوتا حتى تكون مثل الجبل والفلو ده اللي هو الحصان الصغير يعني الصدقة بتوصل عند ربنا حجمها إن هي تكون مثل الجبل والحديث ده ركزوا عليه برضو الصدقة على المسكين صدقة وعلى زر رحم إثنان صدقة وصلة الحديث ده مهم الصدقة على المسكين صدقة وعلى زر رحم إثنان صدقة وصلة الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان كلمتان الحديث ده مهم وبرضو موضوع امتحان لو أنتم قاعدين في امتحان سهل إن شاء الله بإذن الله عليكم كلكم كلمتان خفيفتان على اللسان سقلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على الليسان سقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاتب ويأتي وقد شكم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيرطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يغطى قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليه ثم ترحى في النار الحديث مهم برضو بس أنا بستبعده في الامتحان بس برضو اقرأوا مرة واثنين وثلاثة علشان لأجلقوا حتى أكمل تبقوا أنتوا عارفين تحطوا الكلمة النقصة إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكات ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليه ثم ترحى في النار بعد كده اللهم ارحمهما فإني أرحمهما اللهم ارحمهما فإني أرحمهما ما يفعل أحدكم في مهنة أهله يخصف نعله يخيط صوبه يرقع دلوه ما يفعل أحدكم في مهنة أهله يخصف نعله يخيط صوبه يرقع دلوه دي كان أول 13 حديث معانا تعالوا نكمل الحديث اللي بعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما حين اجتمع في المسجد ما ترون إني صانعا بكم قالوا خيرا أخ كريم ابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ده موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلقى بأهل مكة عندما فتح مكة قال لهم حين اجتمعوا في المسجد لما اجتمعوا في المسجد ما ترون إني صانعا بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا عبد الله بن مسعود حينما أسلم قال إننا كنت سادس واحد في الإسلام لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا بعد كده فلما جلست بدأت بالسناء على الله تعالى ثم بالصلاة على النبي ثم دعوت لنفسي فقال النبي ادعو الله يرطيك ما سألته كناية عن صلاحي وأنه مستجاب الدعوة فلما جلست بدأت بالسناء على الله ثم بالصلاة على النبي ثم دعوت لنفسي فقال النبي سلتعطى سلتعطى أيضع الله يعطيك ما سألته أيضع الله يعطيك ما سألته كناية عن صلاحي وأنه مستجاب الدعوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما أسقلوا في الميزان من جبل أحد حينما دحك أحد الصحابة على قدم أو على صق عبد الله بن مسعود وقال أنهما وقال إنهما نحيل الصقين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما أسقلوا في الميزان من جبل أحد إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها الحديث مهم برضو جدا إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال لي قف أو أمسك فرأيت عينيه تزرفان طبعا لما الرسول قال عبد الله بن مسعود قارئ القرآن اقرأ علي القرآن وقال له أقرأ إزاي وعليك نزل قال له أنا عايز أسمعه من غيري فبدأ يقرأ عليه آيات من سورة النساء ولما بلغ عندي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال لي كف يعني اسكت أو امسك فرأيت عينيه تزرفان بعد كده فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفص ولا يجل فإني امرئ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنده الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ارزم لجاها فثم الجنة لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا الحديث ده مهم برضو ركزوا عليه أقول تاني المهم تلاقيينه بقرر معاكم مرة واثنين وثلاثة لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا أولى الناس بي يوم القيامة أقصرهم علي صلاة أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه الحريص ده مهم برضو أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه من قال حين يسمع النداء اللهم ربه زيد دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة حلت له شفاعة يوم القيامة ومقام الوسيلة والفضيلة خلكوا فكرنا إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة الجنة بناءها لابنة من فضة ولابنة من زهب وملاطها المسك الأصفر وحصابها اللؤلؤ واليقوت وتربتها الزعف ومن يدخلها ينعم لا يأس ويخلد لا يبوت لا تبلا سيابهم ولا يفنى شبابهم خلي بلكم من الحديث بتاع الجنة برضو والحديث بتاع ما يقال بعد الأزان وأولى الناس بشفاعة يوم القيامة أقصرهم علي صلاة وتعالوا بقى دي الأحديث الموجودة في المحور الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب النبي طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإلا طرقه ما عاب النبي طعاما قط إن اشتهاه أكله وأن لا تركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من زنبه من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني لا قوة ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من زنبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا الحديث مهم برضو ده مهم أوي ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفص ولم يفسق رجعك يوم ولدته أم من حج هذا البيت فلم يرفص ولم يفسق رجع كما ولدته أمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي فقالت له كلا والله ما يخزيق الله أبدا لأن رسول عليه الصلاة والسلام لما سهب للسيدة خديجة رضي الله عنها حين نزل عليه الوحي قال لها لقد خشيت على نفسي فقالت له كلا والله ما يخزيق الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتكرئ الضيف وتعين على نوائب الحق فقالت له كلا والله ما يخزيق الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتكرئ الضيف وتعين على نوائب الحق جاء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم ليستشيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتتك خديجة فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقب فيه ولا نصب تاني جاء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم ليبشره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتتك خديجة فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقب فيه ولا نصب قد آمنت بي اسقفر بالناس وصدقتني اسكذبني الناس وواستني بمالها اسحرمني الناس قد آمنت بي اسقفر بالناس وصدقتني اسكذبني الناس وواستني بمالها اسحرمني الناس فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة فقالت أي عائشة يعني بتتكلم فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها إذا زبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة فقالت أي عائشة فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها دي كل الأحاديث الموجودة عندكم تعالوا دي آخر حاجة بقى موجودة في المحور الرابع قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إن المقصدين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا وتلك يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا اللهم اخفر لي وأرحمني والحقني بالرفيق الأعلى كانت آخر كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت وفاته اللهم اخفر لي وأرحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اخفر لي وأرحمني وألحقني بالرفيق الأعلى لتأخذوا مناسقكم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه لتأخذوا عني مناسقكم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم قحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم قحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اتقوا الله في النساء تركت فيكم أمرين تركت فيكم ما إن اعتصمتم به ما فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبي اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا زي أمركم تدخلوا جنة ربكم المسلمون أخوة ولا يحلوا لإمرأة من مال أخيه إلا ما أعطاهم عن طيب نفس يا أيها الناس إن ربكم واحد ألا لا فضل عربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالطقوة إن أقرمكم عند الله أطقاكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيص إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير الحديث دا مهم جدا ركزوا عليه الحديث رقم 25 تحت دا مهم إن الله وملائكتها وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بيه طريقا إلى الجنة تقوى الله وحسن الخلق كده إحنا خلصنا كل الأحاديث المقررة عليكم يا ربكم بقدم لكم معلومة سهلة وبسيطة دعوتي لكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم بسمر وزهرة ترجمة نانسي قنقر